هذا الفيديو برعاية فرصة Q8 تحس وحوش وتقتلهم كان ذلك الفترة حماس وسبحان الله وحين نحن في 2016 ونفس الحماس موجود اللعبة مرة شي خرافي خلي أعطيكم ليش أنا هاد اللعبة تعجبني بالضبط وطبعا خلي أبتدي معاكم بالسينجل بلاير أو الكامبين راح يكون عندنا خمس مستويات المستوى الأول اسمه I'm young to die طبعا هذا المستوى مرة سهل إذا ما تعف شنو صير في اللعبة ما تعف كيف السلوب اللعبة تبي تجرب اللعبة كيف تتحكم فيها ابتدي ب I'm young to die ورح تشوف كيف يوضع اللعبة بالنسبة لي أحسه مرة مرة يعني سهل بزياد سهل على اللزوم فتروح اللي بعده هارت مي بلنتي طبعا هذا يكون شو المستوى المتوسط أو إلا حي يكون المستوى العادي يعني والمستوى الصعب ألتر فينس طبعا في عندنا مستويين صعبين مرة النايتمير وألتر نايتمير طبعا ألتر نايتمير هذا من جد صعب 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 أتكلم معك جد صعب يعني تلعب المرحلة إذا تموت عند الوحش في النهاية راح يعيدك المرحلة من البداية يعني كل شابتر راح تخلص المرحلة كام بدون ما تموت يعني راح يكون عندك صعب الوحوش صعبة راح يجيق دمج عالي إذا توقف راح تموت وإذا مت راح تعيد من البداية بدون شيك بوينت هذا من جد شي صعب إلا يحب التحدي ويحب يختبر مهارة في لعبة دوم يروح على ألتر نايتمير وأحين خلنا ننتقل معاك للمتبلاير المتبلاير بالنسبة لي شي جبار وخرافي خلنا نتكلم معاكم طبعا راح يكون عندك في المتبلاير ستة أطوار من هاتيم ديثماتش من هاتيم ديومنيشن أطوار مختلفة حلو حلو الزبدة مو في الأطوار الزبدة في أسلوب اللعب بالنسبة لي إذا أنت لعب كل الفيديوتي تقتل واحد تزمي عجم تستني هثر لحقك ترجع وترجع تدخل قام فايت من جديد هاد اللعبة مختلف تماما لازم تقتل وتتحرك حق تعيش فلها السبب إذا ما تلعب بمتبلاير ستحس دائما الأكشن موجود في اللعبة ما تحس أن اللعبة مرة يعني في نصف القيام تحس اللعب برد شوي وبعني ترجع مرة ثانية للأكشن لا اللعبة من أول ما تدخل متبلاير من أول ما تدخل القيام راح يكون في ضرب ودام للركب لزيما ينتهي القيام تقتل تروح تعرض وتدور لك هالث تأخذ لك أمو وتحاول تقتل مرة ثانية فهذا الشيء من جد اللي يعجبني في المتبلاير شيء حماس من جد أعلم ثاني طبعا إذا تبدو تختم اللعبة و أسلوب اللعبة راح تشوف قناتنا فيه مليان مليان عن لعبة دوم في الفترة الجاية راح ينزل تختم كامل و راح ينزل فيديوهات عن المتبلاير و خلينا نتقل معاكم إلى آخر شيء و شيء مهم في اللعبة دوم راح يكون معنا شيء اسمه سناب ماب مو سناب شات سناب ماب شونو سناب ماب طبعا خرايط يمكنك تصمم خريطة بنفسك وتحطه أونلاين تحط هذه الخريطة و الناس تشوفها تعطيها لايك تعطيها ديسلايك وتشوف وضعها طبعا إذا انتظرت خريطة غيرك راح يحط و طبعا راح يكون في فلاتر عندك تشوف أشهر المابات الموجودة أكثر ناس مثلون على لايكات على مابات و راح يكون تشوف المابات ما تشوفهم فيه كثير راح تشوف خرايط جديد دائما تنزل اللي أبديك تشوفه أول باول طبعا هذا المود شي جبار المتعة فيه ما تخلص كل اللي حي مليت من المر خريطة راح خريطة لبعدها راح تحصي متعة جديدة experience جديد خلصت مليت منها راح تلعب الخريطة اللي بعدها راح تشوف شي جديد تختبر شي جديد بعض خرايط مرة صعبة و بعضها مرة سهلة و بعضها متعة فيه مع أصحابك شي جبار جرب هذا المود و صدقني راح تعجب فيه بشكل خرافي بالنسب لي أنا راتب لكم الوضع اللي أشوفه في اللعبة كالتالي وتقييم راح يكون تلك كالتالي عندك السنجل بير رقم واحد السنجل بير واحد من أفضل السنجل بير اللعبته في حياتي كامل من ناحية فرس برسن شوتر أتكلم سنجل بير الشيء إبداع أكشنا ما يخلص أسلحة كثيرة عندك خيارات طبعا الأسلحة نفس الأسلحة القديمة وموجود نفس الأسلحة كاملة في الأجزاء القديمة جاءت مطورة نفس بشكل جديد نفس السلاح نفس كل شيء نفس أسوب التحكم نفس كامل كل شيء فهذا الشيء اللي عجبني في اللعبة ما غيره من أصل اللعبة جابوا لك إياها نفسها بس مطورها الشيء الثاني راح يكون عندك سناب ماب الشيء جبار اتمر من الخريطة الأولى يملكتوح خريطة ثانية ملت من الخريطة ثانية يملكتوح خريطة 20 30 40 100 100 ملت سو خريطتك بنفسك واستمتع فيها وانشرها للناس خلال الناس يستمتع فيها والشيء الأخير ماتي بلاير طبعا ماتي بلاير عندي في ترتيب الثالث بالنسبة لهذه اللعبة مو يعني أنه أبو كلب ولا مو حلو لا 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 تفهمني كذا ماتي بلاير حلو بس اللعبة فيها أشياء كثيرة حلوة تغضب على ماتي بلاير بالنسبة لي وألعب في ماتي بلاير كثير يعني ما تقول لي توب الثريح حاليا بالنسبة لي فإذا عندك أي سؤال أي استفسار عن اللعبة اكتب ليها في الكمونت تحت وإذا عندك تبهي رد سريع اسألني على توتر راح أجاوب عليك فأسراء وكب ممكن وهذا كان تقييمي اللعبة وكان معكم الجهدي أو The Slinger ولا تنسى اللعبة وسبسكرا بمشاهدة بإخير الفيديو جاي السلام عليكم